اليوم بالشهد في خلقة جديدى وفيديو جديد عن الابراج ويالنهار دى فيديو طلب مني كتير جدا كلوي بقي له شهر يتم طلب بمي فسراحة وانا كنت محتاجين انا اذكره شوية وانا افكر هعمل من يلالabrog مين اك Campbell الابراج اللى عندها حساسة است古ى عندها روحانيات عالية جدا جدا طبعا وانت شايف ان عندك روحانيات عالية جدا نردت وقولولى تحت ان انت بيطرق ايه ان انت روحانياتك حالية قوي قوي وعندك حش ستة وبتحس بالحاجة قبل ما تحصل بس انا هقولكو اقوى الابراج مش هقول كل الابراج بالترتيب بس انا هقول اكتر الابراج اللي عندها روحانيات قوية جدا 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 طيب في المرتبة قبل ما امتدي في الفيديو بليز تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتابعوني على ساشال ميديا تقولوا يتفلقوا عليهم من فين وانتو برجو ايه وتقولولي كمان انتو فعلا شايفين الترتيب ده عجبكو ولا لا ورأيكو ايه في موضوع الترتيب ده والتاني حاجة كمان بليز تقولولي انتو بتشوفوا مين الابراج بتعملوا معنا عندها روحانيات قوية حتى لو مش برجوكو انتو الابراج اللي عندها روحانيات قوية جدا 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 بيجي عندنا في المرتبة السبعة برج الجوزاء برج الجوزاء من الابراج الاسكية جدا 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 هم بيعرف يحلله كواس اوي برج زكي برج لماح فبيبقى عنده قدرة انه هو يبقى يحس بالحاجة قبل ما تحصل بيقى عنده قدرة يتوقع حاجات كثيرة جدا قبل ما تحصل لانه هو شخص زكي شخص بيعرف في حل الكواس اوي بيعرف يتكلم كواس جدا عنده قدرة روحانية قوية جدا 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 فبورج الجوزاء يعتبر من أكثر الأبراج اللي عندها روحانيات عالية قوية قوية عندهم قدرة مش طبيعية إن هم يتوقعوا إن هم يحسوا بالحاجة قبل ما تحصل ويحسب عندهم إحساس كده داخلي وحاسة سفسة مش سهلة إطلاقهم وممكن أقول إن هي بتبقى عندهم بقوة 70% طيب نيجي بعد بورج الجوزاء عندنا بورج اللي بيجي بعد كده من الأبراج الأكثر عندهم روحانيات كتيرة جدا جدا عندهم قدرة مش طبيعية إن هم يتوقعوا إن هم يحسوا بالحاجة قبل ما تحصل بيجي عندنا بورج الحمل بورج الحمل الناري من الأبراج القوية جدا جدا في موضوع التوقع عندهم قدرة مش طبيعية يعني مش راهبين يعني فوزاع في موضوع التوقع وأسكي جدا جدا بيعرفوا يفهموا الناس كويس بيعرفوا يحللوا شخصيات كويس جدا بيعرفوا يقروا لغة الجسد فبالتالي بينجحوا إن هم يتوقعوا حاجات كتيرة جدا 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 نيجي بعد كده في الأبراج اللي عندها روحانيات قوية بس يا جماعة ده برج الحمل على طول برج برضه قوي جدا 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 في روحانياته بيحس بحاجات كثيرة قوي قوي مش طبيعي في موضوع روحانيات بتاعته بيجي عندنا برج الدلو برج الدلو من الأبراج اللي عندهم حاسة سادسة قوية جدا جدا يعني ده ممكن تلاقي الدلو حتى تهوب طبعا شخص متشائم يعني برج الدلو ممكن يجي ولك لأ أنا حاسس ممكن يحصل حاجة يعامل إيه هبطل التشاؤم ليه هيحصل كذا خلاص بطل وإن شاء الله خير ومش هيحصل حاجة وكل حاجة تمام وفعلا ممكن يحصل حاجة فهو برج الدلو ممكن بيشوف الحاجات قبل ما تحصل بيتخيل صح بيتوقع صح عنده اختخاطر روحي مش طبيعي عندي روحانيات قوية جدا جدا عشان كده سهل دايما بيبقى سهل البرج الدلو إن هو يتسحر يعني أنا حتى عملت فيديو قبل كده أصابه لكم هنا الأبراج اللي سهل إن هي تتسحر وسهل إن هو يتعمل لها أعمال وتعمل لها سحر وتعمل لها حاجات دي فبرج الدلو من الأبراج اللي كده برج فعلا سهل جدا إن هو يتحسد وإن هو ياخد عين وإن هو لإن روحانياته قوية جدا جدا الحاسة سادسة عنده قوية جدا 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 فضيع يا جماعة برج الدلو يجي بعد برج الدلو والطب بقى هلأس احنا دخلنا الابراج الطب طب طب يجي برج القوس برج القوس من الابراج الشطرة جدا جدا دكية اوي 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 لماح بيعرف يتوقع اللي قدامه بيعرف اللي قدامه بيفكر ايه ويتوقع بالراجمن ان برج القوس من الناس التلقائية من الناس العفوية من الناس الصريحة الا ان ربنا سبحانه وتعالى داله قدرة مش طبعية ودائما برج القوس على فكرة لما بيعمل تخاطر روحي بينجح جدا جدا بيعرف يعمل تخاطر روحي كويس يعرف يتواصل معه يعني دايما بيعرف يتوقع بيعرف عنده حساس عنده إحساس قوي جدا جدا بالمستقبل والفيوتر برج القوس من الأبراج الروحانياتها عالية جدا 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 وكمان شاطر جدا في موضوع التوقعات وموضوع روحاني هو روحاني قوي جدا جدا برج القوس على فكرة وبيتواصل روحيا حلوة جدا جدا وعنده حساسة كمان طيب نيجي بعد كده في الابراج خلاص احنا وصلنا لأكتر الابراج عندهم حسسات ثورة وحانيات بيجي عندنا برج الحوت برج الحوت برج اي حد هتعرفوه حوت بيبقى شاطر قوي في التوقع بيعرف يتوقع كويس قوي بيعرف عنده حسسات ثورة مش طبيعية بيعرف يقرى الشخصات كويس جدا بالرغم انه هو طيب دايما بياخد على قفايا وبياخد على دماغه من كتر طبطو من كتر انه هو بياثق في الناس الا انه هو بيعرف يتوقع بيعرف يتوقع بيعرف يفهم شخصيات روحانياته قوية جدا جدا حسسات ثورة مش طبيعيه ممكن يشوف الحاجات قبل ما تحصل يتخيل مواقف وتخيل وتخيل قصص وتخيل حوارات وفعلا بعد كده تحصل بالتفصيل برج الحوت من الابراج عندها روحانيات قوية جدا عندها حسسات ثورة مش طبيعية عنده احساس كده بالعالم الروحاني يعني برج الحوت يجي بعد كده خلاص في الطاب 3 عندنا بعد برج الحوت بيجي عندنا برج السرطان برج السرطان من الأبراج اللي بيعرف يعمل تخاطر روحي بنسبة كبيرة جدا 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 شاطر جدا في التوقعات شاطر جدا ان هو يحلل برج السرطان من الأبراج التحليل بتاعها رائع شخص محلل جيد جدا جدا شخصيته قوية بيعرف يتوقع كويس قوي بيعرف يحس بالحاجة بيعرف يبقى عارف يعني بيبقى عنده إحساس بالحاجة قبل ما تحصل بيبقى عنده اللي هو فينامنا حاصل السرطان عارفين انتو الناس اللي هما بيمكن يشوفوا الأحداث قبل ما تحصل هو برج السرطان والموضوع عنده بنسبة عالية جدا جدا انت كان تكون بنسبة 90% كل اللي بيتخيله بيحصل كل التخاطر اللي بيعمله بيتضبط معاه تخيلواته بتبقى قوية جدا بنسبة يعني بنسبة عالية جدا جدا نيجي بقى في الطاب 2 انا بشوف طاب 2 انا هقوله هم الاتنين بنفس درجة لان انا شايفان قوينين جدا جدا في المرتبة التانية بلا منازع برج الميزان برج الميزان يا جماعة مش ممكن مش ممكن بقدرته على التخاطر وروحنياته عنده روحنيات كتيرة جدا برج الميزان من الأبراج اللي ممكن تحس بطاقة الحاجة تحس عنده استعداد يقيس طاقة الحاجة عنده استعداد يحق عنده روحنيات بيحص بالحاجة قبل ما تحصل عنده تخاطر يعرف يعمل تخاطر كويس قوي عنده حاسة سلسة قوية جدا جدا هو شاطر اصلا في الكميونيكيشن شاطر اصلا في بيبقى شاطر هو برج اجتماعي جدا برج شاطر جدا في العلاقات فهو بالتالي بيعرف يعمل علاقات روحانية قوية جدا برج الميزان ممكن يخلي حد يحبه بالتخاطر عادي جدا يعرف يتواصل مع ناس كتير روحيا فهو عنده قدرة مش طبعية هو والبرج الاول المركبة الاولى بجدارة بس هو برج الميزان بحسوم نفس الدرجة ما فيش حد فيهم اخوه من التاني هو برج العزراء عزراء ده بقى ملك الروحانيات الملك بقى king of the روحانيات هو الميزان بصراحة وسرطان وحوت يعني عزراء كمان بيعرف يشوف عنده نظرة مستقبلية تحسن هو ممكن يقولك هيحصل لك كذا كذا وقوعة تعمل بيقدم لك نصايح جوهرية برج العزراء من الابراجل يقولك ما تعملش كذا كذا وما تروحش في المكان ده ولو روحت هيحصل لك في بقى دايما كأنه شايف المستقبل كأنه عنده يعني برج العزراء بيشوف فيها المستقبل برج العزراء عنده حسس سلسة بقدر يتخاطر روحيا مع الناس الاموات مع الناس اللي هما من العالم الآخر عشان كده اكثر روحانيين هتلاقيهم من برج العزراء زي مثلا كده وعندوكم نزان برضو بيعرف يتواصل روحانية مع العالم الآخر ومع الاموات ومع الاساس ان هو عندهم روحانيات قوية جدا جدا طيب هما دولة الابراج اكثر ابراج عندهم حسسة ستسة مش طبيعية وعندهم روحانيات قوية جدا جدا اي حد عنده الاطراض يا جماعة يقول لي تحت بس دولة هما اكثر حاجة وانا عدت زاكرت الابراج كويس قوي قوي وفعلا ده الترتيب اللي انا كالرشا رتبته مش على فكرة يعني من خلال تحليلات الشخصية الابراج ومن خلال رؤيتي انا شايف ان ده الترتيب الصحيح بس شكركم وقلولي رأيكم في الترتيب وقلولي بتفرجوا عليها من فين وانتو برج ايه وقلولي برجكم موجود وانتو فعل عندكم روحانيات ولا لأ وحاسها صالصة قوية جدا جدا ولا لأ شكرا بحبكو جدا جدا عايزين وصل الفيديو ده لخمسمائة الف فيو وخمسين الف لايك وعايزين كمان وصل القناة لخمسمائة الف مشترك في خلال الشهر الجاي بشكركم بحبكو باي باي مع السلامة اشوفكم في فيديو تاني وتفرجوا على الفيديوهات اللي اصبها لكم هنا وقلولي رأيكم في التحليل ولو حد عنده اي اعتراض جاريت يقولولي شكرا تفرجوا على الفيديو جاهب عن اللاقات وتفرجوا النهاردة عن توقعات برج الحمل شكرا باي